موسيقى موسيقى معكم حمز مطر أخصائي نفسي من فريق عرب ترابي اليوم حابين نحكي عن أكثر موضوعين منتشرات في العالم مش العربي بس العالم بشكل عام اليوم موضوع الاكتئاب وموضوع القلق الاكتئاب والقلق موضوعين جدا منتشرات تقريبا الدراسات بتحكي أنه أكثر من 35% من مجمل سكان العالم بيعانوا على الأقل من اكتئاب أو قلق أو أحد أنواحهم اللي بهمنا نحكيه في البداية أنه الاكتئاب والقلق بحد ذاتهم هي مشاعر طبيعية صحية ممكن كلياتنا نحس فيها ولكن كأي شيء آخر في حياتنا الإفراط فيه أو قمعه أو إجبار نفسنا على عدم الشعور فيه هو سيء جميع الابترابات تقريبا المزاجية تحديدا منها لها علاقة جدا مرتبطة بالأفكار اللي موجودة عنها الحزن دائما مرتبط بفكرة أدت لهذا الحزن وهي الأفكار بالعادة بتكون تلقائية أي بشكل غير واعي بتتكرر بشكل مستمر وبتعزز من موجودة الحالة السلبية اللي موجودة بالفعل وهذا شيء بيعملوا عقلنا بشكل غير واعي ويدعى التحييز التأكيدي بحيث أنه بحاول يأكد من الحالة اللي موجودة سواء كانت حزن أو قلق أو غيره سلبية أو إيجابية بحاول يأكد من الفكرة اللي موجودة عن طريق جلب أي ذكريات سابقة أي مواقف سابقة أي دلائل ممكن تدعم هذا الشعور اللي أريدي موجودة الآن مثل ما حكينا جميع هاي المشاعر حقيقية تماما ما بينفع لا نتحداها ولا نقاومها وبنفس الوقت ما بينفع أنه نستسلم إلها ونتركها تكون مفرطة جدا وتأدي لضيق في حياتنا أو في جانب من جوانب حياتنا إذن كل شعور إحنا منحس فيه وبالتالي كل سلوك ممكن نتصرفه هو حتما نابع من فكرة هاي الفكرة اللي ممكن إحنا نشوف الدلائل الموجودة عليها نشوف دلائل على صدقها الدلائل ضدها نناقشها معرفيا نعدلها معرفيا وبالتالي إذا غيرناها ممكن نغير الشعور المرتبط فيها والسلوك اللي مرتبط فيها أيضا إذن أساس العلاج المعرفي السلوكي هو البحث عن المشاعر عن الأفكار التي سببت هاي المخططات الإدراكية أو الحزينة أو القلقة الآن مثل ما حكينا كل شعور نشعر فيه سواء كان سلبي أو إيجابي هو حتما نابع من فكرة الشعور بحد ذاته ما بنستطيع نقامه أو نتحدى وبنفس الوقت ما بينفع أنه نستسلم إله بالعادة اللي بيعملون الناس بشكل عام أو اللي بنعملوا إحنا كلياتنا بشكل عام هو أنه منحاول نقمع هاي المشاعر منحاول ما نعترف فيها منحاول ما نعبر عنها وهو شيء أبدا مش منطقي كأنه إحنا حاملين قطعة حديد ساخنة وبنتقوها من الوجع ومنحاول نقمع أنفسنا أنه الموضوع لا مش مغل إذن مثل ما حكينا الخط الأول في البحث أو معرفة المشكلة من الأساس سواء كانت طرقة لأنها تكون اضطراب أو كانت مشكلة بسيطة في الغضب أو في القلق أو في الحزن أو في الإفراط من التفكير أو في اتخاذ القرار أو في أي مهارة احنا ما نحب نتعلمها بالبداية بتكون عن طريق تشكيل الوعي بأنه الإنسان يزيد وعيه بذاته بمشاعره بسلوكياته وبأفكاره اللي سببتها هاي أول وأهم مرحلة بتكون المرحلة اللاحقة بتكون بتحدي ومناقشة والوصول لتغيير هاي الأفكار وبالتالي لا يوجد أي وصفة سحرية للتحسن النفسي أو لتعلم أي مهارة في حياتنا يجب أن يكون هذا التعلم تدريجي وتراكمي ومستمر بحيث يكون أثره دائم أو ثابت نوعا ما وإلا بحالة أخرى إذا كان التغيير مفاجئ سوف يحدث هناك انتكاس مفاجئ بعد تحديد أو بعد معرفة ما الأفكار الأولية التي سببت المشاعر السيئة والانفعالات السلبية نستطيع أن ننحدر مرة أخرى إلى مستوى أعمق قليلا لنبحث عن أفكار تلقائية عن جمل نقنع أنفسنا بأنها لابد أن تكون صحيحة مثل جمل لابد لابد أن أكون محبوب لابد أن أكون غني لابد أن أكون أشياء كثير إحنا منفرضها على أنفسنا وهي بتكون مسلمات المستوى الثاني أو المرحلة الثانية واللي منها أيضا الجمل الشرطية إنه لو ما حصلت مليون فأنا ما رح أكون مرتاح مادية الجمل اللي منحاول نحط فيها لو عنا رح يصير إشي معين وهي الأفكار أو هاي المسلمات أو هاي القواعد مش بالضرورة تكون منطقية تماما وهذا اللي منفحصه في المرحلة الأولى منشوف مدى منطقية هاي المعلومات منطقية الدلائل اللي إحنا عملناها لأنه بالعادة العقل المكتئب أو العقل القلق أو العقل الخائف بيعمل شيء اسمه تحيز تأكيدي confirmation bias بحيث أنه بتحيز للمعلومات والدلائل اللي ممكن التأكد بالفعل من الحالة الانفعالية الموجودة فالإنسان القلق بالعادة عقل رح يحاول يجلب أي شيء ممكن يعزز من وجود هذا القلق ويثبت من وجوده ويأكده وهذا اللي إحنا منلاحظه من خلال التحيز التأكيدي أو من خلال البحث المحدود وبنهاية الفيديو بحب أحكي لكم أنه مهما بدأ الموضوع صعب مهما بدأ الموضوع معقب نوعا ما إلا أنه إذا اتبعنا الأسلوب الصحيح بشكل تدريجي وتراكمي ومستمر وصلنا لهاي الأفكار قدرنا نحددها نكون واعيين فيها بالبداية لأنه صعب نحل أي مشكلة في حياتنا إذا ما كنا واعيين بأساسها واعيين بالأفكار اللي سببتها من الأساس وبالتالي واعينا بهذه الأفكار تحديها ومناقشتها معرفيا بيضمن أنه نغير المشاعر المتبطة فيها سواء كانت خلق أو اكتئاب وبالتالي تغيير السلوكيات اللي بحياتنا اشتركوا في القناة